بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله سنتحدث في الفصل الثاني عن Total Quality Management إدارة الجودة الشاملة بقول مورتي بويز في 1990 إن فاعلية إدارة الجودة لا تعتمد على فهم احتياجات الزبون وتوقعاته وإرضائه فقط ولكن تعتمد بقدر عظيم على اقتصاديات تطبيق هذا الاسلوب الإداري في كافة أرجاء المؤسسة فإذا كانت الجودة هي استيفاء حاجات الزبون فإن إدارة الجودة هي كل الأنشطة المتعلقة بتحقيق الهدف ألا وهو استيفاء حاجات الزبون وكذلك فإن اقتصاديات إدارة الجودة هي عمل كل فرد وظيفته بالطريقة الصحيحة من أول مرة على اختلاف بعض من تعريفات أخريات تحدثت على العمل بالطريقة الصحيحة والأحسن في المرة القادمة من بعض اللي هي التعريفات سنتحدث خلال هذا الفصل وستتضح معنى هذه العبارة التي قالها مورتي بويز في 1990 فيما يتعلق بإدارة الجودة ومقارنتها مع الإدارة بشكل عام أو تطبيق الجودة بشكل عام وإدارة الجودة الشاملة بشكل خاص لكن ما دمنا نتحدث عن الجودة فأخذنا بعض التعريفات وذكرنا فيها في أكثر من لقاء وهنا ما دمنا نتحدث عن إدارة إذن يعني سنستذكر مع بعضنا البعض بعض التعريفات والمفاهيم والوظائف المتعلقة بموضوع الإدارة التي يعني قتل بحثا ودراسة معكم خلال الفترة هاي الأربع سنوات في كثير من المساقات مع عدد من الزملاء الكرام وسنتحدث أيضا عن مهارات الإدارة كتذكير ثم إدارة الجودة الشاملة في القطاع الصحي بشكل عام بشكل خاص والإدارة الجودة الشاملة بشكل عام كمفهوم الإدارة يعني نستذكر مفاهيمها وتعريفاتها فهي تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة وتنسيق بالعادة احنا نتذكر دايما هاي الخمس مصطلحات تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وتنسيق وتنسيق لهذه الجهود الهدف من خلالها تحقيق المراد أو تحقيق الهدف المناط بتلك المؤسسة تعريف ثاني هي العملية التي تتضمن بشكل خاص العنصر الإنساني الذي يعمل بصورة مشتركة نحو تحديد أهداف معروفة هان نصب بالتعريف على التيمورك أو العمل الفريق من أجل تحقيق الهدف المنشود وتعريف آخر هي العملية التي تقوم بموجبها مجموعة متعاونة بتوجيه أعمال آخرين نحو أهداف عامة محددة هناك أهداف للمؤسسة نسعى نحو تحقيقها من خلال العمل الجماعي ومن خلال رؤية موحدة بالمستويات الإدارية المختلفة أيضا هي العملية التي بموجبها العمل مع الآخرين أو يتم العمل بموجبها مع الآخرين ومن خلالهم من أجل تحقيق الأهداف بأعلى فاعلية ممكنة وباستخدام الموارد والإمكانيات المتوفرة إيجاد بيئة فعالة لأفراد يعملون كمجموعات ضمن تنظيم رسمي تمام وظائف الإدارة أو عمليات الإدارة تشتمل على عدة مفاهيم التي هي ذكرناها في أول تعريف من تخطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق وتوجيه وفي ناس بتضيف اللي هي التيمورك أو العمل بروح الفريق نستذكر بشكل سريع هذه المصطلحات ثم نتحدث عن إدارة الجودة الشاملة فالتخطيط هو اختيار المهام تحديد كيفية الإنجاز ومتى ستنجز إذن هي عبارة عن وضع مجموعة من الخطط مع تحديد آليات الإنجاز وآليات العمل المتعلقة فيها ضمن طبعا وضع معايير معينة ووضع برنامج معين وتحديد الأشخاص المناطبهم هذه المهام كمان من المهم بمكان أن توجد عدة بدائل من أجل اختيار البديل الأمثل بما يتماشى مع تحقيق الهدف المنشود وأهمية التخطيط يعني في أنه يرسم خارطة خارطة مستقبلية للعمل لسنوات قادمة قد تصل إلى خمس سنوات في التخطيط الاستراتيجي بينما تكون في المستويات الوسطى والمستويات التشغيلية بتكون المدة أقل بكثير طبعا وهي تعتمد بالدرجة الأولى على تحديد الخطط وآليات العمل ويعني ما يسمى ضمن التخطيط العملياتي أو التشغيلي حسب طبيعة المهام الموكلة فهو يضع أو يرسم الطريق للعمل لسنوات عديدة قادمة بقدر يسمح فيه أن يكون العمل منجز بدقة ومتقنا ومجديا وصحيحا وأن النتائج من هذا العمل يجب أن توافق التوقعات التي تم وضعها من قبل المخططين كما وأن أهمية التخطيط تنبع من ندرة الموارد بشكل رئيسي لذلك صار أهمية بمكان التعامل مع بفق خطة والخطة هذه مدروسة بتكون بالعادة مكتوبة بتحقق سيتم تحديد فيها هدف بوجود مجموعة من البدائل أن تكون ضمن أولويات هذه الأهدف ضمن جدول زمني معين وأن يحدد الأشخاص الذين سيقوموا بهذا الإنجاز هناك خطة بسيط يوضح لنا المستويات الإدارية الثلاثة ونتحدث عن المستويات الإدارية كما تعلمون الإدارة العليا والتي تعنى بالتخطيط الاستراتيجي والإدارة الوسطى وهي التي تعنى بتحديد الطرق وآليات العمل حتى تقوم الإدارة التشغيلية أو التنفيذية أو كما يسميها البعض الإدارة الدنيا بعمليات تنفيذ هذا العمل فالتخطيط الاستراتيجي الذي يعتبر من مهام الإدارة العليا والتي تصل فيه الخطة من ثلاث إلى خمس سنوات يتم وضع الخطط بشكل رئيسي ووضع يعني آليات تقديم الخدمات دون تفصيل دون تفصيل التفصيل الأكثر يكون من خلال الإدارة الوسطى وهيقوم على التخطيط للأعمال الرئيسية أيضا يعني هي بارعا ترجمة للأهداف الرئيسية التي وضعتها الإدارة العليا وزي ما بيقولوا تبسيط الإجراءات استخدام آليات وإجراءات معينة تسهل على الإدارة التنفيذية حتى تقوم بهذه المهام والتخطيط التنفيذي أو التخطيط العملياتي أو التشغيلي اللي بيكون على مستوى الإدارة التنفيذية أو التشغيلية هم بيقوموا بتنفيذ الأنشطة حسب ما يعني يتطلب طبيعة النشاط نفسه العملية الثانية أو الوظيفة الثانية من وظائف الإدارة التنظيم أو وهي عبارة عن توزيع للمهام للمسؤوليات الواجبات الموكلة عن الموظفين وهي يتم تحديدها طبعا من خلال عملية التخطيط التي تحدثنا عنها سابقا بتوزيع الأدوار على الأفراد في التنظيم يعني هذا التوزيع للأدوار والمهام والواجبات الهدف من خلاله تحقيق طبعا الأهداف المتعلقة بالمؤسسة نفسها وبقولوا أن هذا التنظيم يعتبر مرآة أو الهيكل التنظيمي يعتبر مرآة لوظيفة التنظيم نفسها فمن خلاله هذا الهيكل التنظيم الهيكلية الإدارية كما يقال يتم وضع أو تحديد عفوا يعني آليات التواصل وطبيعة العلاقة ما بين المسؤولين والمرؤوسين وما بين المرؤوسين على مستوى واحد سواء أفقيا أو رأسيا بطبيعة العلاقة ما بين المسؤول والمرؤوس كما أنها تحدد شفكة مستويات الإدارة والصلاحيات والمسؤوليات المناطة بكل شخص أو كل مستوى إداري معين ومن خلاله ممكن كتابة أو إضاح الجوب ديسكريبشن أو ما يسمى بالوصف الوظيفي الذي ممكن أن يوضح طبيعة المسؤوليات والصلاحيات الممنوحة لكل فرد على اختلاف تخصص هو مجال عمله الجزء الثالث أو الوظيفة الثالثة أو العملية الثالثة هي الـ أو التوجيه وهي يعني من الأمور المهمة المناطب المسؤول نحو يعني زرع الطموح inspiring and affecting the others أو subordinates يعني التحفيز والقيادة وزرع الطموح لدى هؤلاء الأفراد برضو من خلالها يتم يعني توجيه النشاطات للأفراد باتجاه يعني يتلاءم مع حاجة الخدمة أو المهمة الموكلة إليه وهي تتضمن إعطاء التوجيهات تتضمن توضيح أوامر العمل تتضمن فريق بناء فرق العمل وتحديد المهام والمسؤوليات المناطة فيها كذلك الوظيفة الرابعة أو العملية الرابعة هي control أو controlling أو الرقابة أو الضبط وهي تقوم على متابعة ممنهجة لنشاطات المؤسسة وللمهام والأنشطة التي يقوم بها الأفراد الموكلة إليهم المهمات هدف متابعة العمل وهل يتم إجراء المطلوب وفق ما هو مطلوب بالفعل وإذا كان هناك خلال أن يتم التعديل وتم تحديد أهدافها في ثلاث نقاط جمع المعلومات التي من خلالها يتم قياس الإداء الحالي للمؤسسة ومقارنة هذا الإداء الفعلي والحالي مع ما هو مأمول أو وفق ما تم وضعه وفق معايير الإنجاز التي تم تحديدها مسبقا والوظيفة الثالثة أو الهدف الثالث هو يعني إقرار ما إذا كان واجب إدخال التعديلات وإصلاح الخلل أو السير نحو يعني نفس الطريقة التي يتم الإنجاز فيها التي تتماشى مع المعايير الجزء الخامس أو العملية الخامسة العمل بروح الفريق أو ما يسمى بالتيمورك اللي هو فريق فرق العمل والتيم سبريت هي المقصود فيها روح الفريق وهذا تعتبر من الوظائف المهمة جدا صراحة لما يحقق من الأداء الجماعي ويعزز التحمل المسؤولية لدى كافة المستويات الإدارية في المؤسسة فبصير الهم واحد بتصير لو كان في أنه تغيير في أليات العمل ما بيكون في نوع من اللي هو تحدي التغيير أو ما يسمى بيعني خينا يقول مقاومة التغيير التي ممكن أن تكون لذلك العمل بروح الفريق ويحقق أمرين رئيسيين أنه العمل هذا بيكون بأكتر دقة بأكتر أفضلية بأكتر تقنية لأنه بصير العمل عمل مشترك لا ينسب لشخص محدد على حساب الآخرين والأمر الثاني أنه يقبل كان فيه نوع من التغييرات وما حيكون فيه عندنا نوع من التحدي أو نوع من اللي هي مقاومة للتغيير التي قد تفشل المؤسسة في حال عدم التوافق عليها أدوار الإدارة أو ما يسمى بالمنجمنت رولز أول دور منها اللي هي انتر بيرسون اللي هي العلاقات مع الآخرين والانفورميشن الرول دور المعلومات والدسجيم ميكين أول دور هو العلاقات مع الآخرين بيقولوا أن المسؤول في المؤسسة بيعتبر الفيجر هيد للمؤسسة نفسية يعني هو واجهة المؤسسة هو الذي يعني من مسؤوليته تعزيز العلاقات داخل المؤسسة وتشبيك العلاقات خارج المؤسسة هو اللي ممكن يكون لسبوك مانب تبع المؤسسة يعني المتحدث باسم المؤسسة هو الذي يعزز التواصل داخل المؤسسة وخارج المؤسسة طبعا تختلف المستويات الإدارية وتختلف طبيعة المستويات العلاقات المناطة فيها الدور الثاني الinformational rule أو ما يسمى بدور المعلومات مثل ما بيحكوا knowledge is power knowledge is power يعني المعرفة هي القوة وكمسؤول يعتبر هو يعني الأب الروح لها المؤسسة فهو يعلم عنها كل شيء كل شاردة زي ما بيقولوها وكل واردة decision making أو ما يسمى بالاتخاذ القرار والقرار كما هو معرف على أنه اختيار بديل بين مجموعة من البدائل وهذا البديل الذي تم اختياره هو الأفضل ما بين البدائل الأخرى ومن خلاله يتم يعني تحقيق الهدف المطلوب يعتبر يعني زي ما بيقولوه أكثر قبولا وأكثر وضوحا وأكثر شعبية بمعنى أنه مقبول مجتمعيا وحتى يكون القرار فعال يجب أن يحقق الهدف المنشود أو الهدف المطلوب كثير مهم في موضوع اتخاذ القرار في القطاع الصحي على اختلاف القطاعات الأخرى وجود الجانب الاستشاري يعني التوافق مع الزملاء نحو مثلا برنامج علاجي معين سيتم تقديمه لهو مريض أو وضع بروتوكول لحالات معينة مثلا حالات الحمى الشوكية إيش لبرتوكول يعلاجي بتفحها فهنا يجب ألا تقوم على اتخاذ قرار من شخص أو رئيس المؤسسة أو مدير الأطباء وما إلى ذلك لا هو بدي يكون قائم على وهو الأفضلية طبعا على المشاركة والتوافق ما بين الجميع لما لهذا الأمر من أهمية تعزيز الفكرة التوافق عليها أنه عمال بنتعامل أو هذه هم نقطة يعني نحن نتعامل مع إنسان فلا مجال للخطأ وأي خطأ قد يؤدي بحياته أو تؤدي إلى مضاعفات قد تؤدي إلى يعني عاهات مستديمة مهارات الإدارة أو ما يسمى بالمنجمنت سكيلز في أنه تكنيكال سكيلز مهارات فنية هيومن سكيلز مهارات إنسانية و كونسيبشوال سكيلز مهارات فكري المهارات التقنية أو الفنية أو تكنيكال سكيلز هي تشمل طبعا المعرفة المتخصصة المستفيدة عن طبيعة العمل وإجراءات وآليات التنفيذ المتعلقة بالمهام المناطب الموظفين وبنفس المسؤول اللي ممكن يكون هو يعني في الدور الإداري فهي تشمل المعرفة المتخصصة والخبرات المتعلقة بطبيعة العمل نفسه المهارات الإنسانية هي قائمة على يعني طبيعة العلاقة ما بين أفراد المؤسسة ما بين أفراد المؤسسة مع بعضهم بالمستويات الإدارية المختلفة على اللي هو يعني النظام الأفقي أو الرأسي وكذلك علاقة المؤسسة مع الزبون علاقة المؤسسة مع البيئة الخارجية علاقة المؤسسة الصحية على سبيل المثال مع المريض المراجع اللي ممكن تقدم له خدمات المهارات الفكرية هنا فيها مطلوب من المدير أن تكون لديه من المهارات والخبرات في كيفية التعامل مع الموظفين نحو اجتماعهم على تحقيق الهدف الواحد على اختلاف تخصصاتهم وخصوصا في القطاع الصحي أطباء ممرضين علاج طبيعي علاج وظيفي أخصائي تغذية أخصائي تحليل طبية أخصائي أشعة مهندسين اي تي سكرتاريا إدارة صحي فهي اختلاء يعني في عنا كثير من التخصصات المختلفة كيف يستطيع بقدراته الشخصية والمهاراته الفكرية هذا الشخص أو هذا المسؤول أو هذا المدير نحوه جمع هؤلاء هذه الفئات المتخصصة المختلفة الجوانب التخصصية على كلمة سواء بهدف تحقيق هدف المؤسسة والارتقاء بها Total Quality Management أو إدارة الجودة الشاملة بداية نروح لتعريف Total Quality Control وضبط الجودة الشاملة عبارة عن نظام يقال أنه فعال تتكامل فيه جهود كافة الفئات والتخصصات الموجودة في المؤسسة الواحدة وتهدف إلى تطوير الجودة والمحافظة عليها والتحسين والتحسين المستمر وتعريف إدارة الجودة الشاملة أو Total Quality Management حكنا في اللقاء الأول فقلنا كان فيه عندنا تعريفين تعريف إنجليزي بريطاني وفيه تعريف معهد الجودة الفيدرالي الأمريكي قال المعهد الأمريكي أنه عبارة عن نظام إداري استراتيجي ولما بنقول نظام إداري استراتيجي كما عود نحن سابقا إذا نتحدث عن تبنيه من المستوى الإداري الأدارة العليا فهو إداري استراتيجي متكامل بمعنى أنه يحتوي على كافة المستويات الإدارية المقدمة للخدمة فهو نظام إداري استراتيجي متكامل يسعى لتحقيق رضا الزبون الهدف أني أحقق رضا الزبون وأن التطبيق يحتم مشاركة جميع الموظفين وجميع المستويات الإدارية كما يستلزم استخدام الطرق الكمية لتحسين العملية الإدارية بشكل مستمر وقلنا في الطرق الكمية اللي هو زي ما قلنا أنه بدو زي جوران بدو يتحدث عن العمليات الإحصائية والأرقام والإحصائيات فيما يتعلق ببداية تطبيق معايير الجودة إذن معهد الجودة الأمريكي بيقول هو نظام إداري أنه رؤية تبدأ من عند المستويات الإدارية العليا في الإدارة الاستراتيجية كتفكير استراتيجي الهدف من خلاله أنه إحنا بدنا نحقق نجاح في السوق أو نحقق نجاح في المجتمع بشكل عام وهذا يتم التحقيق من خلال السعي نحو تحقيق رضا الزبور وبقول حتى أنه إحنا ننجح بهيك موضوع مطلوب أنه كافة المستويات الإدارية سواء إدارة استراتيجية ومن ثم الإدارة الوسطى والإدارة التنفيذية أن تتبنى هذا الفكر وهذه القناعة أنه إحنا يجب أن نرتقي حتى نصل إلى رضا الزبون ورضا المواطن وبقول أنه من الشغلات هاي المهمة بنعتمد فيها كثيرا على لغة الأرقام على الطرق الكمية نحو التحسل يعني بن يجي نقول أنا عندي مركز عسبيني المثال أو عيادة متخصصة خاصة يعني بعتمد فيها على المواطن قديش في عندي أنا تزايد لعدد المترددين كأرقام هاي لغة كمية أو طريقة كمية للحزاب تؤكد على أنه الناس راضي عن هاي الخدمة على سبيل المثال أنا كنت بستقبل مئة وخمسين حالة بالشهر اليوم صرت بستقبل خمسين ولا مئة ولا أقل أقل تمام إنما هذا يدلل على أن هناك إخفاق وأن هناك عدم رضا من الزبون لذلك نحتاج إلى تعديل أليا العمل أو السعي نحوه يعني معرفة عدم رضا الزبون وصولا إلى يعني إرضاء هذا الزبون وتحقيق نجاح لمؤسسة معهد الضمان الجودة في بريطانيا في التسعة وتمانين قال هي فلسفة لإدارة المؤسسة هم اتفقوا مع بعض على هذا الأمر إنه فلسفة لإدارة المؤسسة نحكي يعني فلسفة لإدارة المؤسسة شيء بلت إن زي ما بيقولوها يعني شيء أساسي ضمن رؤية وتفكير وحاضر لدى الإدارة العليا هذا الأمر تعتبر أنه لا يوجد أي فصل بين حاجات الزبون وبين أهداف المؤسسة أنا إلي أهداف كمؤسسة وضعتها الإدارة العليا وهذه الأهداف تتماشى تماما مع ما يرتضي الزبون وما يحتاج الزبون بقول هي قابلة للتطبيق في جميع قطاعات لأنها تضمن أعظم فاعلية ومردود للعمل كما أنها تقوم على تحقيق التميز بين المؤسسة والمناسسات المنافسة لها وتمنع وجود الأخطاء وتمنع وجود الهدر للمقدرات الموجودة في المؤسسة كما تسعى إلى التطوير والتحسين والتحسين المستمر للمؤسسة ولأهداف المؤسسة وما ينبثق عليها عنها من إجراءات تنفيذية الشكاوة إذا ذكرين رابع رواد الجودة اللي حكينا عنه في اللقاء الثاني حط عدة مبادئ أربع مبادئ قال هذول يعني في اعتقادي أنها تحقق الجودة الشاملة قال الجودة تحدد من قبل الزبون وهذا يتفق مع التعريفين السابقين إيش بده الزبون مؤسسات ومؤسسات وأشخاص أنه إحنا بدنا نخسر اليوم عشان نطبق معايير جودة ونتعب وندرب ونجيب خبراء ونجد أدلة إرشادية وشغلات كثيرة طب هذه حتخسرنا طب شو العائد من وراها فبقول النظرة محدودة البعد هذه حتكون تعتبر سلبية فيجب النظر إلى أهداف استراتيجية تحقيقها أو النظر إلى يعني ببعد نظر أكثر أنه أنا قديش ممكن يكون في إلي قبول الخدمة قبول الخدمة ورض الزبون عنها قديش سيحقق إلينا نجاحات ويعني عائد من الأرباح اللي قد تكون إنما النظرة إلى يعني زي ما بقول يطلع من رجلي قديش ممكن يكون في إخفاقات قديش فعلا أنه ممكن يدفع اليوم لكن العائد لسه ما بدأ يكون إليه أثر على السوق خصوصا نحن نحكي على يعني إذا بنتحدث على سوق منافسة هناك أسماء هناك شخصيات هناك مؤسسات هناك شركات مثلا إلها يعني اسم كبير في الشارع وفي السوق وفي المجتمع فصعب إنه إحنا نقدر نقوم بمنافستها لذلك بقول عدم النظر إلى يعني إنه أنا بدي أربح بشكل سريع أو يكون العائد عندي أنا سريع لا هو لازم بقول النظر إلى يعني استثمار بعيد الأجل والعائد حيكون بعد تحقيق النجاحات وقبولها من المجتمع وقبول الخدمة هاي أو السلعة هاي من الزبون سيكون لها الأثر الإيجابي بقول أيضا من المبادئ اللي حددها تعتمد الإدارة الجودة الشاملة على المشاركة الفعالة من قبل كافة المستويات الإدارية استراتيجيا أو إدارة العليا والدارة الوسطى والتنفيذية كمان ضروري جدا أنه يعتمد بقول من المبادئ أن نعتمد في اتخاذنا لقراراتنا على استخدام المعلومات وهذه طبعا كلهيتها يعني تتفق مع التعريفين الخاص بمعهد الجودة الإنجليزي ومعهد الفيدرالي للجودة الأمريكي جوران ذكرين اللي حكينا عنه من رواد الجودة بقول لإدارة الجودة الشاملة لا يعتبرها مجموعة من البرامج بل يعتبرها نظام إداري يكمن أو يمكن عفوا في تطبيق الكثير من الأدوات التي تم تطويرها بصورة فعالة لتحسين الأداء في أقسام المؤسسة فبقول لها نظام إداري يتفق على أنه يعني يشترك فيه كافة المستويات الإدارية ويقوم على تطبيق كثير من الأدوات التي يتم تطويرها وتحسينها بشكل مستمر مع إشراك كافة أقسام المؤسسة يعني هناك أربع مفاهيم أو خصائص تتفق عليها التعريفات الأربعة اللي حكينا فيها في إدارة الجودة الشاملة إنها قائمة على اتخاذ المعلومات بناء على المعلومات وهذه وضحناها اثنين قائمة على إشراك كافة المستويات المقدمة من الخدمات على المستوى الإداري كإدارة عليا أو وسطة أو دنيا يعني كافة أعضاء أو العاملين في المؤسس التركيز على تطوير العمليات والإجراءات بدلا من النتائج يعني إحنا من نبدأ مبادرين إنه مش أنتظر حتى الخطأ إنه يصير وأنا لسه أعالج فيه ومن البداية في عمليات التصميم في عمليات وضع الخطط والرؤى بتبعتنا يكون في عنا يعني إجراءات إيجابية وصحيحة وما أنتظر قديش ممكن يقولوا عني أو أني أعمل تقييم للناس أو أخذ استبيانات أو أخذ أراءهم أو أقيم قديش أنا صار فيه عندي مترددين أو أقيم أنا قديش مثلا صار فيه إقبال على هاي الخدمة اللي أنا بقدمها أو السلعة اللي ممكن أنتجها وتنزل في السوق بداية الأمر في تصميم اللي هو مثلا إنتاج هاي السلع والخدمات بداية قبل وصولها للمواطن وانتظار النتائج ومن الخصائص أيضا قال التركيز على متلقي الخدمة عشان هيك اتفقوا التنين المعهد الأمريكي ومعهد الجودة الإنجليزي على أنه إحنا إيش بدو المواطن إيش بدو متلقي الخدمة إيش بدو الزبون وآخر شغلة الاعتماد على الأساليب الإحصائية وكانت واضحة لدى نفس الشيء المؤسستين اللي قاموا بهذا التعريف أنه تعتمد على الأحصاليب الإحصائية أو الكمية في العمل إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية الدكتور دونالد بوروديك وضع عدة نقاط هاي النقاط في عشرة نقاط استوحاها من الجودة من خلال رواد الجودة والأليات اللي اشتغلوا عليها قال حتى نقوم بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية قال أولا المؤسسات الصحية بحاجة إلى تعريف أوسع وأشمل للجودة من المؤسسات لانتاجي لأنه احنا قلنا بالدرجة الأولى نحن نتعامل مع الإنسان ونقدم خدمة للإنسان اللي هو ونستثمر فيه الإنسان له أكثر قيمة وأنبل خدمة ممكن تقدم له قال أيضا إدارة العليا في المؤسسة هي المحرك الرسئيسي لتطبيق الجودة وهذا الأساس في تعزيز وتطبيق معايير الجودة في حال اقتناعها بهذا الفكر المتعلق بالجودة ستوفر الإمكانيات والموارد وستحاسب في حال القصور في هذا الأمر قال أيضا الاستفادة من البيانات المتوفرة في المؤسسات الصحية وتطوير عمليات جمع البيانات لتطوير العمل إذن يتفق مع استخدام الأساليب الإحصائية والطرق الكمية نحو تطبيقها في بيئة العمل وما يدلل على يعني الخدمة يعني لو جبنا مثال التقص الوبائي ومتابعة عدد حالات الأمراض المعدة التي يتم تسجيلها ومقارنتها بفترات زمنية سابقة منها موسمي وما منها شهري أو أسبوعي حسب طبعا طبيعة المرض والأعداد اللي موجودة فاعتمدها أنا على استخدام الطرق الإحصائية وتحليل البيانات نحو التعرف على عدد الحالات وهاي بحد ذاتها ممكن نقول أن نحن مسيطرين على مرض أو أن نحن في عنا زيادة في مرض معين أو في عنا وباء وما إلى ذلك النقطة الرابعة قال إن استخدام أدوات وسائل تحسين الأداء زي المعيير والتدقيق ووضع لوائح الفحص والإطلاع وعلى التجارب العملية والتحليل العلمي للعمل يعتبر أساس من أساسيات تطبيق الجودة وهنا أتفق مع الجميع على أنه وضع المعيير وآليات المقييس لتطبيق هذه المعيير ومقارنة الإنجاز مع المعيير المأمول أنه يتم التطبيق وفقها هذا يعتبر من أساسيات تطبيق الجودة الشاملة هو ركز على يعني مدى الدور المهم لفرق العمل نحو يعني تحديد آليات العمل وتبسيط الإجرائية الإجراءات التي سيتم التنفيذ من خلالها بهدف الوصول إلى تحقيق الهدف المراد تحقيقه قال أنه تساعد وسائل تحسين الجودة في مجال الخدمات الصحية على تحديد المشكلات مما يمكن فرق العمل من تحديد العمليات التي تستلزم التعامل مع المشكلة الموجودة من أجل الوصول إلى يعني أفضل أداء بعد حدوث التعديلات التي كانت واضحة بسبب وجود مشكلات أو خلال معين قال ضرورة إشراك الأطباء وهنا نتحدث مش أطباء كافة مقدمي الخدمات الصحية ضمن اللي هو عمليات التحسين برغم أنه ممكن يكون لهم يعني أو بالتأكيد لهم مهمات خاصة بالجانب الفني لذلك يجب إشراك كافة المستويات الفنية غير المستويات الإدارية في تقديم أو وضع الرؤى اللي لها علاقة بإدارة أو تطبيق إدارة الجودة الشاملة لأنه هذا سيكون له دور مهم جدا في منع اللي هو مقاومة عدم تطبيق المفاهيم والإجراءات المطلوبة التي تسعى إلى الوصول الخدمة الأفضل عدم إهمال التكلفة الناتجة عن تدني مستوى الجودة يعني التكلفة الناتجة عن تدني مستوى الجودة زي ما قلنا قبل هيك ممكن يكون في نوع من الهدر إعادة العمل لأنه في خلل ممكن يكون عدم الثقة وهذه مهمة جدا عند المجتمع ككل تعقيد إجراءات هاي كلها ممكن يكون إلها نعكاسات سلبية أو وقيد إلها إعكاسات سلبية وأثر سلبي على الخدمة هذا سيؤثر على مقدم الخدمة كما يؤثر على متلقي الخدمة لذلك غير إنه هذا يعني يعتبر تكلفة ستخسرنا على المدى القريب وعلى المدى البعيد لذلك يجب التركيز على يعني التطبيق الجيد لبرامج الجودة على اختلاف تنوعها من أجل الوصول إلى أفضل خدمة ترضي الزبون وتحقق الهدف المونشود للمؤسسة الاهتمام بالتدريب يعتبر من أساسيات تطبيق إدارة الجودة الشاملة وهذا لكافة طبعا المستويات المقدمة للخدمات وآخر شغل يهتمام بتحسين الإجراءات الإدارية والخدمات المساعدة بشكل يتزامن مع التحسين المستمر لمعايير وإجراءات وطرق وأساليب تطبيق الجودة نفسها العلاقة بين الآيزو وإدارة الجودة الشاملة صفحة 46 هاي بتقروها لحالك وقلنا لأنه في الفصل تقريبا القبل الأخير سنتحدث عن الآيزو بالتفصيل وعلاقته بالجودة يعطيكم العافية وربنا وفككم إن شاء الله